زيادة جديدة في أسعار البنزين والديزل فاجأت الشارع السوداني سعر لتر البنزين أصبح بمائة وخمسين جنيها أي بزيادة ثلاثة وعشرين جنيها عن السعر السابق أما زيادة في سعر لتر الديزل فكانت بمبلغ عشرة جنيهة فقط صحيح أن الزيادة طفيفة لكن انعكاساتها ستطال سلاعا كثيرة ما ممكن جعلونا الوغود ستتمية خمسة وسبعين داخل العاصمة وفي الولايات بيت أمنمية بيت زعمية حيبون دارين توصلونا هنا عن الزيادة بتاعت اليوم الليلة الثلاثة وعشرين جنيه أنتو لما استلمتوا البلد بيجعلونا البنزين أربعة لترموز بها ثلاثة وعشرين جنيه أنا أتكلم عن الوغود بس أسأل وغود زاد بكرة اللحظة الحزين بتاع الهاج بعدين الساعة يقول لك الساعة الثناشر دي يعني بكون بيت ثلاثة واربعمية السلطات حررت أسعار الوقود منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شهدت الأسواق معها تذبذبا في أسعار السلع وقبل نحو شهر تم تخفيض قيمة العملة الوطنية ومع حدوث استقرار في أسواق السلع تبدو كلفة الخدمات بالنسبة لمراقبين بحاجة لمراجعة ضوابطها فالحكومة خلاص مضت يعني حررت هذه السلع ستكون مرتبط بسعرها العالمي نزولا انخفاضا ولكن عشان المواطن يواجه هذه الليشة نابد أن يكون هناك قوانين رادعة خاصة فيما يتعلق ببعض السلع الأساسية أو الخدمات الأساسية خاصة النقل بين المناطق وهي سواء بين الولايات ومع ارتفاع الطلب العالمي على الوقود أو انخفاضه ستتأثر الأسعار في السودان في وقت لم يعتد السودانيون على تأرجح أسعار الوقود فيه بهذه الوتيرة الزيادة في أسعار الوقود أحدثت حالة ارتباك بدت واضحة في تعريفة المواصلات تعريفة زادت بنسبة 40% وهو أمر دفع بعض المواطنين لمطالبة الحكومة بالتدخل وتثبيت التعريفة حتى في حال حصول تغيير جديد في أسعار المحروقات شيبة الحمد عبد الرحمن تلفزيون العربي الخرطو